بدوره أوضح رئيس حزب الحركة الوطنية رؤوف السيد أن مصر تدخل مرحلة جديدة بمثل هذه القرارات المهمة التي ترسخ لحالة الثقة وتبني جسورا من التواصل بين كافة أطراف المجتمع بما فيها طيارات المعارضة وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية أن قرار العفو الرئاسي عن زياد العليمي يؤكد أننا أمام طفرة حقوقية سبقة وأشادت بها منظمات حقوقية خاصة وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يبدل جهودا كبيرة ويتخذ المزيد من القرارات المحورية من شأنها تعزيز مفهوم حقوق الإنسان